بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحياة أخلاق اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدبه اللهم أمين يا رب العالمين نهاردة هنعيش مع خلق من أخلاق الإسلام وصفة من صفات خير الأنام حث عليها الصحابة وحثه الله عليها في القرآن الكريم ألا وهي صفة التعاون أو خلق التعاون يعني التعاون التعاون معناه المساعدة على الحق ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى أن تساعد غيرك على فعل الخير مساعدة الغير على فعل الخير أو أن تساعد الناس مبتغيا الأجر والثواب من رب الناس جل وعلا طب تعالوا نشوف القرآن الكريم ألنا إيه عن التعاون قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال جل وعلا على لسان سيدنا موسى وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وقال في موضع آخر وأخي هارون وأفصح مني لسانة فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون شوف بقى التعبير القرآن بعدها قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قرآن واضح آيات كثيرة تحثنا على التعاون على البر والتقوى تحثنا على حبنا لإخواننا تحثنا على فعل الخير للغير تحثنا على مساعدة الناس مبتغين الأجر والثواب من رب الناس وفي الحديث النبو الشريف شوف سيدنا النبي قال لي في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصابعه يبقى المؤمن للمؤمن زي البنيان يشد بعضه بعضا هكذا قال الحبيب الشفيع صلوات ربي وسلامه عليه وقال في حديث آخر المسلم أخو المسلمي لا يظلمه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أحاديث كثيرة بينها النبي لنا تحث على التعاون فأصل وهرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أجمل خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنتكلم عن التعاون ربنا جعلنا متعاونين فيما بيننا على ما يرضي الله عنا اللهم أمين يا رب العالمين أنا قلت لحضراتكم قبل كده كثيرا إن الصاحب ساحب وإن الإنسان يختر القرين اللي يمشي معاه اختر الرفيق قبل الطريق اختر قرينك واصطفيه تفاخر إن القرين إلى المقارن ينسب واحضر مقارنة الأحمق فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب الكلام ده في كلام سيدنا النبي لما يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما مظلوم هنؤف معاه فكيف ننصره ظالما قال ترده عن ظلمه يا سلام يا سلام على الهدي النبوي الجميل الرائع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما طب مظلوم هننصر نحن هنؤف معاه نسانده نساعده نكون معه عونا على من ظلمه طب إزاي هننصر ظالم تقوله اللي انت بتعمله ده غلط اللي انت بتعمله حرام أن ترده عن ظلمه وبين لنا صلى الله عليه وسلم في حديث ماتع فقال صلوات ربي وسلامه عليه من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ساطر مسلما في الدنيا ساطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي شوف الألفاظ النبوية من فرج عن مؤمن قربة من ساطر مسلما من يسر على معسر شوف شوف سيدنا النبي وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يفرج كرب عن حد عنده ضائقة عن أرملة عن يتيم عن مسكين عن طالب علم فقير لا يجد ما يشتري به احتياجاته لطلب العلم مش أدري اشتري كتب على ولد بيحفظ قرآن وتكفلت بتحفيظه القرآن كل ده يعود عليك بالنفع والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي صدقت يا رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث إن الأشعريين كانوا إذا خرجوا للغزو أو قل طعام عيالهم جاءوا بما عندهم من طعام فوضعوه في ثوب واحد فقسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم يا سلام الأشعريين إذا قل الطعام عندهم أو خرجوا للغزو في سبيل الله يأتوا بما عندهم من طعام هات إلا عندك عندك كيلو عندك خمسة عندك عشرة فواحد تاني ما عندوش حاجة يضعوه في ثوب واحد فيقسموه بينهم بالسوية كل واحد يأخذ أد التاني سيدنا النبي يمدحهم يقول فهم مني وأنا منهم ده اسم التعاون المحمود التعاون اللي الإنسان يسعى إليه إن حد بقولك تعالى نوزع على الفقراء بططين روح معاه تعالى نوزع كاراتين غذائية لرمضان ساهم وساعد وساند معه وكن معه ليه لأن صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد له متكأ صنائع المعروف تقيك مصارع السوء تعالى واحد ربنا نجاه من حادث هو نجاه الزيم الحادث ويخرج من الحادث وكأن شيئا لم يكن عمل صالح عمله هذا الإنسان فنجاه الله به وافعالوا الخير لعلكم تفلحون ده كل الآيات اللي بتتكلم عن الموت يقول لك إيه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت قبل ما يجيلك الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكد من الصالحين طيب أو ربنا أخرك وها أنت في الدنيا وها أنت تعيش فيها تعاون بقى على فعل الخير ورحم الله من قال من يفعل الخير لا يعدم جوازية لا يذهب العرف بين الله والناس الحاجة المعروف اللي تعملها لن تضيع سدى عارفين قصة أصحاب الكهف أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا عارفين أبوهم ده كان رقم كام قالوا الأب السابع الجد السابع صلاح الآباء ينفع الأبناء وصلاح الأجداد ينفع الأحفاد وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لسنة وقفة أخرى مع التعاون ونماذج من التعاون في الحلقة القادمة إن شاء الله هروح فاصل وأرجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا هذا السؤال هل تجوز النيابة عن الغيري في صلاة الاستخارة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد صلاة الاستخارة هي ركعتين يصليها الإنسان إذا أراد أن يستخير ربه في أحد أمري يعني عايز مثلا يخطب أخطب البنت دي أم لا يومي صل الاستخارة يا رب أنا يعني أصلي هذه أو هاتين الركعتين وأستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فأنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب لو الأمر ده في خير يسره لي طيب لو فيه شر اصرفه عني ده اسمها صلاة الاستخارة وبعض الناس يظن أن صلاة الاستخارة أما تصليها لازم تشوف حاجة في المنام تقول لك افعل أو لا تفعل لا صلاة الاستخارة بعدها إما أن ترى رؤية منامية فيها إذن أو فيها عدم إذن وإما أن يشرح الله صدرك لهذا الأمر أو أن يضيق صدرك يبقى حاجة من الاتنين وبعض مشايخنا آل اللي مش حافظ الدعاء يقول بعد الركعتين أو وهو ساجد اللهم خرني في أمري لخصها في كلمتين اللهم خرني في أمري اختر لما يرضيك يا رب وردني به اللهم اختر لي ما يرضيك وردني به مش العبرة أن انت تختار لا العبرة أن يختار الله لك وعلامة الإذن التيسير لو الأمر فيه إذن هتلاقيه ميسر ربنا هيسر لك الأمر ليس فيه إذن هتلاقيه ربنا بيبعدك عنه فهل ينفع إن واحد يخل حد يصلي له استخارة آه ينفع كانت الأم تصلي عن ابنتها وكان الناس يذهبون إلى مشايقهم يصلون لهم لاستخارة يروح للشيخ بتاعه يا سيدنا الشيخ أنا عايزك تستخل ربنا أنت أقرب إلى الله مني ويظن في الشيخ خيرا يقوم الشيخ يستخير ويقول له الأمر في خير أو أن ينصرف عنه هذا الشخص عليه نقول للسائل نعم يجوز النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة لكن الأولى والأفضل والأحسن أن تصلي أنت صلاة الاستخارة وأن تطلب من الله أن يبين لك الأمر نسأل الله جل وعلا أن يخطر لنا ما يرضيه وأن يرضينا به اللهم أمين أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة